شدارك، مش تحمي روحك وصغارك مهرجين كنوليا أسلام الناس لكل أنا الماري الفيت عملت فيديو ونحكي فيها على تأثيرات النفسية على بعض الأشخاص اللي يلقوا رواحهم في وضعيات مختلفة ومن بعض الفيديو الحقيقة جمني برشا مساجات يقترحوا فيها بعض المواضيع اللي نحكي عليهم في فيديو الحقيقة برشا هم مواضيع معرفتش بضبط شني نختار منهم لكن من أهم الاقتراحات كانت نحاول ونرقاو دي سوليشون معنى نعطيهم دي سوليشون بش يتخطاو الوضعية اللي هما فيها بش تخطاو الانكسيتي والانجواس اكس تر أنا في تمني في فيديو والأخرى قلت اللي ما فميش هما دي سوليشون فميش حلول وفميش ماجي أما فم اقتراحات نجم نحكي عليها في آخر الفيديو بش نجمت نختار أنا موضوع شنو عملت؟ حاولت نتفكر روحي كي كنت قبل ما نتعدى بسيكولوجي شنو أهم المواضيع اللي كنت مدابية نكتشفهم ونعرفهم؟ بش انتي انسان تحديت في ظرف صعيب تعديت بصدمة ما نعرش اي نصلك اي شيك لغياكسيون بتاعك معناها بش تحمي نفسيتك بتاتخ تنعزل المزاج متاعك يتبدل تولي اقل كونتاكت مع العبيد البرة حتى ستيل في ستمنتر متاعك يتبدل دونك لغياكسيون تستعملهم تحس روحك بش تحمي روحك باه هيدو ما دي غياكسيون يحميوا النفسي باه لكن مش هيدا المهم شنو الأهم من هيدا؟ الأهم من هيدا شنو اللي يخليك بعد مدة ما نعرش المدة بتباعة تختلف من شخص الى اخر ومن وضعية الى اخرى ومن كونتكست الى اخر شنو اللي يخليك انتي كشخص بعد الصعوبة اللي تعديت بها ديك مزاجك يتبدل ترجع لحياتك العادية ترجع تفدلك ترجع تحضل استاتيو ترجع تلبس ضغم المن كما كنت متعاود تلبس أكيد فما قليات دفاع نفسية نستعملوها أحنا كما كتبدأ انتي متعدي في الشارع وما نعرش انا صار لك بعكاج تعديت وضع فيه خطورة تعمل غيكسيون تعمل غيكسيون بدنا كدس تعيت لابسيكولوجي كيف كيف النفسية كيف كيف عندها آليات دفاع خاصة بها لكن آليات الدفاع خاصة بها ديك احنا نعملوها انكانسياما وما تتشافش نعرف احنا حاجة ما تتشافش نبدأ وما نشوعين بها برشا مش مصدقينها كما الكورونا كأنهم زوز في حرب وما زوز ما يتشافوش ونشوفوش كون يغلب لاخر به انا بش نحاول نعطي كلكوز اكزامبل على شوية آليات دفاع نفسية احنا نستعملوهم والاز اكزامبل هادوما حسب اللي نرا فيه في الفيسبوك ما نجامش نعطي لاز اكزامبل كل على خاطر الحقيقة فما لي كومبليكية شوية فما لي فيهم شوية نيجاتيفيتين منحبش نحكي عليهم والحقيقة زيدا كده كانش نحكي على الاغلبية راه الاغلبية حسب الفيسبوك متاعي معناها ولا حسب اللي نشوفو في الباجيت به اكبر حاجة انا لحظتها كم ميكانيزم دا ديفانس كآلية دفاع نفسية احنا نستعملو فيها رفاة في الفيسبوك هي لوموخ الضمار اي فيديو تهبط نحاولو انباناليز خاصة في الاخبار انباناليز السيطواشن هذه هذا ما يعنيش اللي هي حاجة به لكن هي تحب ولا تكره تبقى آلية دفاع معناها انا مش نحكي اللي هيذي حاجة غالطة ولا حاجة صحيحة فمش لا صحيح ولا غالط لكن هادو ما اللي احنا نعملوهم وانتي كبش تفرج في فيديو تنجم تلقى حاجات تقول اي هذي انا ساعات نعملها كيما تنجم ما تعرضكش حاجة اخرى معنا حاجة بش نقول على خاطر ملنجم بش نقوله من الكل وانا لحقيقة نحب نبسط المعلومة اكثر ما يمكن خاطر لتاغم بسيكولوجي كلينيك مملي معناها بش تولي ملل فيها الحكاية دانك بش تنجم الناس الكل تفهمني وتوصل لها المعلومة كنفنابلما بي دانك قلنا كل واحد عندو بروسسوس دادابتاشن استراتيجي معينة يستعملها بش يحمي روحو ميكانيزم اخر نستعملو فيه هو الدني الدني الانكار انك تتحط في وضعية معينة وما تقبل هيش تنكر معناها تحس روحك انت مكش قابلها معاش انا لزيكزامبل اللي ساروا مثلا واحد يقول لك ابخيتو ما عندو ما يسير انا صحتي به وعادي ولا تلقى واحد يقول لك انا جيت لتونس بش نعمل جو بش نحوس انا مجيتش نشد للحجر الصحي اشخاص اخرين نجم يقول لك انا حيتي كل ناكل في الثوم صحتي به وما عندو ما يسير لي ايو اوكي صحتك به يزم تشد الدار به اه اه دونك هذي ستون رياكسيون زيدة فما بعض الاشخاص معناها يستعملوها به فما الانكسيوس شخص يبدأ خايف في انكسيتي جنرالما العبادة دوما تلقاهم كميكانيزم يستعملوه هو الهيتمان اي حاجة تنجم تخليه يتفكر نحاولو بيش نخليوهم يفو با ايفتي انفت بغلي فيتما يزم نحاولو نخليوهم يحكي ويعبرو ممكن تاوى فيتما معاونهم شوية كميكانيزم نحاولو بيش يحكي مع صديقو ساتو سعيب يحط لازم يحكي مع صديقو يجم حتى في المسانجر يحكي مع روح ومانا مفيش حتى مشكلة فما زيدا لإفرمسان دسوا شخص اللي نراوها في الباجات في الفيسبوك في غروبات يجي يحكي على أحاسيس بالدتالي يكتب مساج طويل عريض سكي بيان سكي بيان فما عباد عندهم سات تندانس انهم يحكي ويعبر وفما بمحبش نطول عليكم فما لا سبليماشيان كل ماذا الحقيقة أنا بش اللوج عليها بالعربية لقيت الكلمات اللي لقيتهم حاسيتهم ما يمشيوش يصير مع الكنتكست اللي أنا بش نقزوطو بيان انتي في عزلة في ضغط في خوف في رهبة في ضياع في فراغ في فيد في خوف من المستقبل ترقد في الليل تبدأ خايف معناها لتصير حاج على عيلتك وكل شي فمع بيت الشارج هذية يوظفوه في حاجات أخرين يترجموه من خلال كتابة شعر من خلال غناء من خلال رقص موزيكا تحليل متاع وضعية معينة توسكي دور أرتيستيك وانتلكتوال دونك الحقيقة في الفيسبوك نشوف نشوف فمع بيد معناها يكتبوا كتابة محليها فمع بيد يكتبوا شعر فمال يكتبوا تحليل منطقية محليها دونك بوليتيك دونك أي حاجة يحاولوا يعبروا عليها من خلال حاجة أرتيستيك ولا أنتلكتوال وهذا من الكل رأهم إليات متاع غزيليانس غزيليانس هي شنية هي أنك تتصدى تكون معناها تفيفاس حاجات معناها واجعينك ولا صدمة ولا صعوبات أحنا الأشياء ذي غزيليانس باش نعزوا فيها وباش كمان اموتيف سا بالإليات اللي أنا نحكى لهم دونك فما زيد برشة معناها دونك ميكانيزم سامحني دو ديفانس عنا لكن ما نجمش نذكرهم الكل هذن بلتو أبرزهم وحبيت أني معناها نجبد الحاجات اللي فيهم شوية إيجابية حتى معناها لكم أنتوما معناها إذا كان تحس روحك أنكسيو وتحس حتى ما عندكش الميكانيزم هابوما نرمال تنجم تخمم فيهم تحاول تقعد مع روحك تشوف شنوى الحاجات اللي أنت عندك القدرة الكافية مش تبدل فيهم وخاصة الميكانيزم اللي أنا محكى عليهم هو ما راهم في البسيكولوجي كي نقرأوا عليهم نجم واحد عنده برشة منهم كيما نجم عنده أقل كيما عنده بعض منهم ومش ندخل في ديتيار متاع البسيكولوجي أما هذين حاجات تعود على الاسطور والفكو متاع الأشخاص معناها أما أحنا توا مثلا في أزمة عالمية في ما هيش حاجة خاصة هذين أكيد نقول أنا أكيد فما دي ميكانيزم فما معناها إليات كومون قاعدين نستعملوا فيهم ونقول ساعات كين بده هابتا في الكوي نقول معناها كمان السوسيتي ستبريباري بسيشيكم أسو ريسك أكيد فما حاجة أحنا تجمعنا مع بعضنا حتى في الفيسبوك نستعملوا فيها بش نجموا نقويوا بعضنا ما عرش أنا أنا لحظ مثلا الامباتي البختاج أنا نتشاركوا معناها نوسيقوا بعضنا في الكومنتر أنه فما زيد عباد يستعملوا إلي أخرى أنه يتحميوا يحميوا يشوفوا روحهم أنه منجموا يحميوا نفسيتهم بالقرآن بالصلاة بالصوم بالاستغفار باستاتيو متاع دعاية حط بأنه يدعي الشخص آخر زيدا هذي يرا هي آليات من آليات الدفاع النفسية معناها هو الشخص يحس روحه مرتاح نفس سنين كيعمل الأشياء وهذي بينسوق حاجة غلاتيف وتعود على الشخص زيدا فكرة أنه أكيد حلول ها شنو بشن قول أنا هو مفميش حلول أنا شنع اقتراحات واختراحات هذه نتمنى أنها تفيد البعض وأنا مش نحكي فيها مش من منظور بسيكولوج لي مش نحكي فيها من منظور من منظور أنا شنع نشوف فما كلك زميق حكيت معاهم قلت لهم شنو الحاجة اللي في حياتكم كنتوا تتمنوا أنكم تكونوا مغرومين بها لكن غايظتكم اللي تكونوا مغرومين بها مثلا أنك فما عبيد مش مغرومين بالمطالعة هي حاجة تتحب يعني تحبها يمتحبها لا تنجمش بالصيف تغرم روحك بحاجات لكن فما عبيد مثلا زيدة ميحبوش الكوزين ميحبوش الطبخ فما عبيد كانوا يتمنيوا أنهم يتعلموا ويرسموا به إذن هما مش مغرومين بها لكن تحبضوا أنكم توليوا مغرومين به مثلا الرسم فما في اليوتيوب عبيد سبيسيال يباريو كيف يشترسم إكساتي به منعرش أنا نراها فرصة فرصة بش الحاجات اللي تتمنيوا تكونوا مغرومين بها تعطيوا وقت روحكم وتتغرموا بها على خاطر بعد إن شاء الله راهي الكورونا هي بشتوفة وشتاسركم تاخذوا فيكون جيات ويتقص السالير وتلوجوا على وقت مش تعملوهم ومش بتلقاوا وقت بش تعملوهم دوك إذية فرصة مناسبة لكم أنتوم زيد الحاجة أخرى فما أشخاص الوقت متاع الخدمة يكلهم الوقت متاع القرايا يكلهم الوقت متاع أنه يتلهي بين القرايا خدمة عيلة ما يلقاش وقت وهو عنده غرام بحاجات أخرين نجيب عنده غرام بالغناء عنده غرام بالرسم عنده غرام بالكتيبة غرام ليس حدود فيه الغرام لذلك سي غلاتيف أنا نرى اللي سي لومان وجمي إنك تاخذ الكوغاج الكافي وإنك تورينا الغرام ذي اللي عندك أنا راني ما نش نعم في كوتشينج هوني قاعدة نحكي راني قاعدة نخمم أوت فواء معكم انتوما أنا زيدة بسيكولوج رو نجم زيدة أنا بشرة والنجم نخاف على عيلتي النجم نخاف من المستقبل اللي هو مش واضح عنا كما زيدة جمعة الباك أنا نسيت مش بتش عليهم جمعة الباك بالحق معناها أكثر عباد زيدة من أكثر عباد يزينا نعاونوهم على خاطر مش فهم روحوا يريفز يريفز توا معناها يحس روحوا كيبش يريفز توا أنا بش نعدي وليش نعدي دونك ليه روحوا شدوا الدار سوختو روحوا خاطر بش نعدي وخاطر إن شاء الله بش نتعديوها دونك كيما قتلكم أنا مليش نعف الكوتشينج أنا نحكي أوت ونحكي حتى مع روحي كي تعديت أنا بظرفة متاع خفت معناها على عيلتي خفت على حبيبي على عبيد اللي نحبهم ولا تعندي هالذيك زدائنا لانجواس متاع نحب ومي ما تخرج ولا نحب نخاف على أخويا ولا دونك كي حتى خممت مع الأصحابي بغض النظر إني بسيكولوج قاعدت نخمم معناها الحاجات اللي أحنا موهوبين فيهم وعن نشأ السيل وكوراج بش نوريوهم السيل وطن وجامي مش معناها معناها يزمك أنتي توري حاجاتك وريها حتى للأشخاص en privé العبيد اللي تحبهم دونك فولا إن شاء الله هي تكون معناها معنومات مفيدة فهمتوا وإن شاء الله مرحلة هذية ونتخطاوها و جنرال أنا ديما حاجة اللي نحب نشاركها معاكم فيها اللي ديما نكتب الستاتيو ونبرتاجي في الفيسبوك ووقت اللي أنا نبدأ نبرتاجي في الحاجة نبدأ نتخيل في روحي عام الجاي طلعتلي في السوفنيخ ونتخيل روحي كيفش عام الجاي كتتلعلي في السوفنيخ بجنبرتاجيها ونقول سي بان تخطينا الوضعية هذيك و سمسوا لاجئنا بيدي ماناها لحكيها دي ماناها 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 انشاء الله فترة نتعديوها وبالحق قد ما نشدو الدار قد ما نحاولو نوصلو للانتصار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة